تلقى وزير الشؤون الخارجية وجلية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس اتصالا هاتفيا من نظيرته البنجكية حاجة لحبيبة التي هنأت الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجرس الأمن للفترة 2024-2025 وحسب بيان وزارة الخارجية فقد استعرضا الطرفان بحده المناسبة تطور العلاقات بين البلدين في شقيها السياسي والاقتصادية وتطرقا إلى علاقات الشركة التي تربط بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كما تبدل وجهة النظر حول أولويات عهدة الجزائر المقبلة بمجرس الأمن وكذا حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه دول وشعوب هذه المنطقة يضيف المصدر نفسها